السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الجزء الرابع لهذا العمل كيف ما وعدكم سابقا أنا أنا غنخدم لكم راندة المعينات مع اللويق مع راندة الحبق في الوسط كيفاش أنكم تقدروا تخدموها في النسف طوق بزاف دي السيدات طلبوا مني أنها تخدمها دي كيفاش تقدروا نبدوها في النسف طوق فاليوم غتشوفوا الطريقة وهي سهلة وبسيتها بزاف في الجزء الثالث كنت خدمت في الوسط راندة دي الحسيرة عادية ودرت فيها البريد أما في هذا الجزء هذا غادي نخدم راندة الحبق في الوسط كيف ما شفتوا معايا في الصورة يعني في نفس الخدمة اللي كينا في الصورة هي اللي غنخدمها معاكم الآن فعادي جدا غنبدأوا داب الخديمة دينا غرزا غرزا كيف ما كنا نخدمو يعني البدية دي القوزة ولكن غادي نخدموها براندة الحبق في كل صف كتزاد عدنا عوينة فهنا مثلا تزادت عندنا عوينة اللي هي واحد غنجي هنا ونخدم رقم جوج وغنلقا هنا يا رقم ثلاثة يعني من اللي كتطلعي كتزاد عندك غرزة ومن اللي كتهطي كتزاد عندك غرزة لاحظوا معايا هنا عندي ثلاثة دي الغرزات وهنا غنزيد الغرزة الرابعة اللي هي هادي دابة غنبدو نحسبو تعطينا اربعة هنا واحد اتنان ثلاثة والغرزة الرابعة نحاول اناني نجر للخيط نسيت ما قدش ليكم هنا الخيط اراها على ثلاثة ديال الشعرات واحسن حاجة هو انكم تخدموا بالخيط على ثلاثة يعني انا شخصيا كنفضل الخيط على ثلاثة وكلها وحدا والنظرية ديالها ولا الرأي ديالها موهيم مشي اشكال خدموا بالخيط اللي اعجبكم على ثلاثة على اربعة على جوج غير هو على جوج هو صراحة على جوج كيجي متقون ولكن كيمحن في الخدمة يعني لكي تيزربانا غير خدمي على ثلاثة ولا على اربعة اما على جوج يعني جلابة عود فاش تخدمي جوج يلا كتخدمي وحدا صراحة يعني صعيبة شوية موهيم هنا واحد جوج ثلاثة ربعة عندي اربعة ديال الغرزات وهذه هي الغرزة رقم خمسة بالنسبة لها خديمة هذي انا بغيت فيها غير خمسة ديال الغرزات ما غادش نفوتهم انا نخدم غير خمسة لاحظوا معايا هذيك الدريبة اللي من هالتوب ما غادش نخدمها هذي ما غنخدمهاش حيث اللي خدمتها يعطوني ستا ديال الغرزات وانا ما بغاش ستبغيت غير خمسة لاحظوا معايا هنا خدمت واحد اثنان هنا ثلاثة اربعة والغرزة الخامسة هنا نتابهوا معايا مزيان هذيك الغرزة الخامسة ما كنخدموهاش علاش لانني انا بغيت هاد الخدمة يعني الحبق اللي كتكون في الوسطة بغيتها فيها غير ثلاثة ديال الغرزات هادشي علاش انا استعملت خمسة ديال الغرازي باش تجيني غريزة الفوق اللي هي هادي وغريزة التحت اللي هي هادي وما كنخدمهمش كيبقوا لي ثلاثة ديال الغرزات في الوسطة فكنا نرجعو في هاد الغريزة هادي كيما قلت لكم هنة غتبقوا ديما غادي نخدامين بتلاتة ديال الغرزات اللي كيكونوا عندكم في الوسط هنا الطريقة ديال الحساب هي سهلة بزيف مثلا انا هنه عندي خمسة ديال الغرزات فغادي نحيض واحد اللي هي الفوق وجوج اللي هي التحت غايبقوا عندي ثلاثة تلاتة الغرزات في الوسط هم اللي غنخدم عليهم الحبة يعني راندت الحبة اما اللي بغت اللي مثلا دارت مجمع 16 عمل الغرزات اذا ستخدمي راندة الحبة على ربعة الغرزات في الوصف يعني الحجم ديالها سيأتي كبر من هذه لان هذه فيها ربعة وهذه فيها ثلاثة المهم هذه هي الطريقة ضروري انك تخلي نفس العدد ديال الغرازي لكل فوق هو لكل تحت مثلا يعني انت خدمتي مثلا نقوله 8 ديال الغرزات فقد تحييدي جوج الفوق وجوج التحت تحييدي جوج الفوق وجوج التحت يبقى لك هذوك الربعة اللي في الواسط هم اللي غدا تخدمي عليهم راندة الحبة والجوج الفوقانيين جوج تحتانيين بغايت يتخليهم فارغين خليهم بغايت يتعمريهم بالعقيق مثلا ولا بالبريد ولا بشي حاجة مهم يشوف انت ايه الضوء ديالك فكما قلت لك يعني هذه هي طريقة الحساب اهم حاجة انه نفس العدد ليكون عندك التحت وليكون الفوق اما ما تبقى فهو عادي جدا نفس الطريقة باش خدامه انا الان هو باش غتخدمينتي اياه مهم لاحظوا معي هنا واحد الحاجة مهمة هنا الحساب غادي نبدو نحسبو واحد من هاد النقطة هادي اثنان ثلاثة اربعة عندي ربعا ديالغرزات وكيف ما لاحظتوا معي بديت من هاد الغرزة من هادي اللي بدينا من هالحساب هي اللي كنرجعو نهبطو فيها الابرة وكنحاولو نطويو هاد الحبة هادي باش تخرج لينا بهاد شكل هادا هاد غرزة هادي ما كنحسبوهاش هي خير جعل الحساب هي غير كتعطينا واحد الاساس باش نقدروا نحسبو هاد الغرزة اللي كنخدم فيها الان فهادي هي واحد يعني هادي هي اللي الخامسة ولا هي واحد مهم كيف ما بغيتو انا ارجع فيها يعني غتعطيني واحد والان الغرزة التانية غانمشي مباشرة هادوك ثلاثة الغرزات ديول الحبة راندة الحبة كما قلت لكم خدمناها على ثلاثة فغانمشي مباشرة هادوك ثلاثة وغا نخدم عليهم الغرزة ديالي رقم جوج هنا غادي نرجع نعوض هادوك الخمسات الغرازي ديولي خاسني ضروري اناني نعوضهم فغادي نخدم عليهم بها الطريقة حتى نرجعهم كاملين فلاحدوا معايا خدمنا هنا جوج ديال الغرازي وغا نجيول هنا في الواسط غا تعطيني ثلاثة نجر الخيط وغادي نخدم هادو الأخيرة اللي هي غا تعطينيها ربعة لاحظوا معايا هنا مزيان ماشي نفس الطريقة اللي درناها الفوق اغا نديروها لتحت فهدي الحبة هنما امشي اغا نمشي مباشرة لهديك الغرزة اللخ رقع اللي عندي هي يعني هدي رقم خمسة امشي لها مباشرة وغا نجر الخيط مزيان باش تولي عندي هاد الشكل هادا وهنا في نفس الوقت لتكونات عندي واحد الغريزة اللي كتكون ما بين هديك الغرزة الخامسة وما بين هديك الحبة فغا تعطيني هنا واحد وغا نجي لهاد هادوك ثلاثة الغرزة دوران ذات الحبة فغا تعطيني هنا جوج ونجي لهنا قا تعطيني ثلاثة والان هدي الغرزة الرابعة والان الغرزة الخامسة كيف ما لاحظتوا معايا انا دا بقى عوضت هاد الخمسة الغرازي دوري يعني عوضتهم كاملين لاحظوا معايا هنا شحل من هبطة والطلعة غا دي نخدمهم قبل من بده راندة الحبة الجديدة فهنا غا نرجع نهبط اللي تذكرتو معايا في الهبطة كنا قفلنا هديك راندة الحبة ورجعنا طلعنا اعطاتني خمسة دي الغرزات وغا نرجع نهبط بخمسة دي الغرزات يعني عندي قول جوج دي اللي تطلعي وترجعي تهبطي ومن بعد كتبداي تحسبي باش تكوني واحدة اخر جديدة لاحظوا معايا الان يعني داب هنا خدمت خمسة دي الغرازي ديولي طالعين وهابطين يعني طلعنا بخمسة وهبطنا بخمسة الان غا دين بداوا وحدة اخرى جديدة فهنا حاولوا انكم تركزوا انكم طلعتوا بخمسة وهبطوا بخمسة فغا تبداوا تأسوا يعني رقم جوج ولا تانية فهنا عندي جوج دي الغرزات وهدي الثالثة والان الغرزة الرابعة الان صافي غا دين توقفوا يعني ما غا نديرش الخامسة ما نخدم هاش باش نقدر انني نرجع نهبط ونخدم ثلاثة دي الغرزات ديولي واحد اثنان ثلاثة كيف ما قلت لكم دابا راح نبدينا وحدة اخرى جديدة صافي يعني دابا هديك الغرزة الفوقانية والتحتانية ما كان بقاوش نقربوا ليهم يعني صافي ما مقاوش عندهم دور مهم انخدم هنا ثلاثة الغرزات ديولي يعني مش نطلع ونرجع نهبط حتى نوصل لربعة دي الغرازي الفوق فهاد الراندة هادي سهلة وسيطة بزاف يعني هاد راندة الحبة راها قديمة يعني ما شي يعني من من البداية هنا واحد جوج تلاتار بعدي الغرزات كيف ما كتلاحظوا معايا وكنرجعوا في هاد النقطة هادي اللي هي نقطة الالتقاء مبيناتهم ونحاول نطوي هاد الراندة الحبة ونجر الخيط مزيان يعني هنجروا الخيط بشكل جيد جدا باش تبتوها وكما قلت لكم هاد الغرزاق ما كتتحسبش وكنحسبو هادي هي اللي غا تعطينا واحد كنحسبوها يعني وكنرجعو فيها يعني هاد الغريزة الاخرة كتخدميها وكتعاودي ترجعي فيها باش تعتك واحد نبدو الحساب دياننا واحد ونمشي مباشرة كيف ما قلت لكم هادوك الثلاثة الغرزات دور عن ده الحبة هادوك الثلاثة هم اللي غا مشي ليهم مباشرة ونخدم نخدم واحد جوج ثلاثة عادي جدا فغادي نرجع كيف ما قلت لكم هادوك الغرزة الثانية فلاحظوا معي مزيان هادي الغرزة الثانية نحاول نتبتها مزيان ونمشي للتالتة التالتة دي ما كتكون هادوك اللي في الواسط لان العدد عندي فردي والان الغرزة الرابعة ونتبت الخديمة دياني الان لاحظوا معي مزيان كن نجاوزو هادي وكنمشي مباشرة الاخيرة يعني اخر غرزة اللي هي رقم خمسة وكنجر الخيط مزيان باش تطوا هاد هاد الحبة هاد فلاحظوا معي مزيان شوفوا شكل دياله كيفاش كيجي كيجيوا يعني صراحة زوينين وكننرجع فيها هناك الدخل اللي برا ما بين هادوك الحبة وما بين هادوك الغرزة اللي 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 كونتي فغا تعطاك واحد وجوج هنا غا تبدي تحسبي دابا كما قلت لك عدك طلعة وهبطة يعني دابا غا تبدي تحسبي عندكم ها طلعة هادية حتى تكون خمسة ديالغرزهات وغتريها بطي بخمسة ديالغررزهات الطلعة التالتة هي اللي كتديري فيها ربعة الغرزهت Type 2 يعني لاحظوا معي دابا احنا طلعنا بخمسة ونرجعون هابطنا بخمسة هيجوج ديالطلعة تطلعة هابطة هو مهم ضروري خاسكم تحسبو SO observer وجدهه بخمسة هبطيه بخمسة و هبطيه بخمسه و تخرج ربعه ربعه الغرزه و رابعه و تخرجه الى جريزه ايه ابتة المحبه بفء الرابعه الغريزه و اعادي جدا ساعتدي انتخدمي طريقه سهل و بسيطه بزيف ان شاء الله في الجزء المقبل انوري لكم كيفاش تقدروا انكم هاد الخديمة هادي غتزيدوا عليها راندة اللواية في الجناب وغتخدموا عليها راندة المعينات المهم كما قدت لكم الاجزاء السابقة واحد وجوج وثلاثة غتلقوا الروابط ديالهم اسفل فيديو في صندوق الوصف نفس الخدمة اللي خدمتها في الاجزاء السابقة هي الخدمة اللي غنخدمها دابا غير هو كيفما غادي نخدمو في الناس في طوق وصافي عادي جدا مهم كنتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشكرا لكل سيدة كتدعمني بالتعاليق ديال هالزوينين وبالضغط على زر الاعجاب وشكرا بزيف بزيف بزيف